كما لقي شخص حدفة فيما أصيب أربع آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حدث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالجلفة حسب معلمة من مصالح الحماية المدنية واستنادا لذات المصدر فقد تمثل هذا الحادث الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على المحور محور طريق الوطني لقم أربعين بشطره الرابط بين عين والسارة والبيرين في استدام سيارتين سياحيتين وقد خلف الحادث مصر عشاب على الفور يبلغ من العمر 39 سنة وإصابة أربعة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و52 سنة بجروح مختلفة حيث تم تحويلهم إلى مستشفى البيرين لتلقي العلاج